نروح لمستر فريرا العمل برضو اجتماع مع العيبة وجه رسائل قبل انطلاق المران وشدت على ضرورة التركيز والعمل بقوة من اجل المواجهة المرتقبة امام الترجي واضاف ان المباراة مقبلة مهمة جدا ولا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من اجل مواصلة المنافسة للتأهل للدور التالي واكد المدير الفني على ثقته في امكانيات وخبرات جميع اللاعبين في تحقيق المطلوب وفي النهاية شرح فريرا بعض الامور الفنية اللي بيتم تنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة وطالب الجميع بتنفيذ المطلوب بكل دقة وانتوا عارفين ان يعني مستر فريرا اتفرج على اول مطشين للترجي امام المريخ ومفاس في الوقت الضايع وامام ايضا شباب له زداد ويعني وقف على نقاط الضعف ونقاط القوة في فريق نادي الترجي كمان زمالك بيحاول يرفع المستوى البدني واستمر الفقرة التأهيلية على المستوى البدني لمدة 20 دقيقة باستخدام الادوات المخصصة لذلك بجانب تدريبات خاصة بالكرة من خلال التمرير في مربعات صغيرة ويهدف الجهاز الفني الفريق الى تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب وعلى الارهاق في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الاخيرة كمان محمد عواد وصبحي بيخضعون لتدريبات فنية خاصة معاهم محمد النبي النديم والساد عطية وتم تقسيم هذا البرنامج التدريب الخاص بحراس المرمى الى فقرتين الاولى تضمنت تدريبات بدنية قوية بشكل منفرد للرباعي من اجل رفع المعدل لياقة البدنية وتضمنت فقرة الثانية تدريبات على سرعة رد الفعل باستخدام صدادات حديدية بالاضافة الى تدريبات التزديد من خارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية بالشكل المناسب طبعا في وجود كابتن ايمن طاهر ترجمة نانسي قنقر